اشتركوا في القناة ومناسبة رفع العميد فواز الحسن أمير الأكاديمية الملكية للشرطة إلى معالي وزير الداخلية خالص التهاني والتبركات بهذا الإنجاز المشرف الذي يأتي تأكيدا للدعم والمساندة الذين يلقاهم الفريق من معالي وزير الداخلية والمتابعة الحثيثة من سعادة رئيس الأمن العام موضحا أن الفريق شارك في البطولة بكامل الجاهزية والاستعداد وأظهر العزيمة والإرادة لتحقيق الفوز والحصول على المركز الأول من خلال العمل الجماعي والالتزام بالمسؤولية وتمكن خلال المشاركة من إظهار ما يتمتع به من منتسبوء الأمن العام من قدرة على التميز والانضباط والعمل الجاد مما ساهم في تحقيق الفوز وأوضح أن الأكاديمية أولت اهتماما خاصا لتدريبات الفريق وتأهيله وتزويده بكل الإمكانيات التي أهلته للحصول على هذا المركز المتقدم مؤكدا استمرار الأكاديمية في المشاركة في مثل هذه البطولات العالمية لرفع عالم مملكة البحرين عاليا في مختلف المحافل العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر